ابي احمد يجذب ويتجمل ديون بثلاث مليار دولار منذ بدء الحرب بلومبرج تكشف ازمة داخل اثيوبيا معكم اميرة الشربيني اهلا بكم مفضوح هذا المدعو ابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا امام الرأي العام الدولي حتى ولو خرج كل لحظة بتصريح كاذب يروج الاقتصاد واستثمارات اجنبية غير موجودة بالبلاد الواقع يكذبه والافلاس المالي بحكم ديونه الخارجية البالغة اكثر من 55 مليار دولار ينزع عنه اي محاولة لتصديقي والاهم الصرعات الداخلية في معظم اقاليم اثيوبيا بين الفيدرالية ومقاتل تيجري كفيلة لوأد اي محاولة لانعاش الاقتصاد الاثيوبي وجذب الاستثمارات الاجنبية لأديس ابابا التي صارت تمديونة فقط ومنذ الحرب مع تيجري بثلاثة مليارات دولار بحسب بلومبرج لكن لماذا ابي احمد مستمرا في الكاذب السبب وفقا لمراقبين حلاوة روح والتخطية على فشله وصفين اياه بالبومة التي خربت اثيوبيا ودعت اثيوبيا اسرائيل الى مزيد من الاستثمارات في اراضيها وعقدت السفارة الاثيوبية في تل ابيب مائدة مستديرة ضمت العديد من اصحاب المصلحة حول كيفية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين اثيوبيا واسرائيل وشركت في المائدة المستديرة التي نظمت بالشراكة مع مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الاسرائيلية مستثمرون اسرائيليون يعملون في اثيوبيا وشركات اسرائيلية مهتمة بالاستثمار في اثيوبيا وخبراء حسب ما افادت توكالة اينا الاثيوبية قالت نائبة رئيس مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الاسرائيلية سابين سيغال إن مثل هذه المنصات الاستشارية لها أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وناقش الحضور الفرص وأوجه القصور في التعاون بقطعي التجارة والاستثمار وبحثوا سبو الإيجاد حلول ممكنة لمعالجة المشاكل وفقا لذلك واطلعت السفيرة والمفاوضة لإثيوبيا لدى إسرائيل تأليم الجانب الإسرائيلي على فرص الاستثمار في إثيوبيا وتعت مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من المناخ الملائم في البلاد واضفت أليم أن إثيوبيا وضعت أليات قانونية وهيكلية لمعالجة الإختنقات وخلق مناخ ملائم للاستثمار الأجنبي المباشر وجذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم وفسر مراقبون هذا النوع من الأخبار بحلاوة الروح من جانب إثيوبيا التي تعاني بالفعل من أزمات داخلية وخارجية كفيلة بوقف أي طموحات حكومية نحو الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية ولفتوا إلى الإعلان الجديد بدعوة إسرائيل للإستثمار على أراضيها مقصودة في هذا التوقيت ويهدف إلى التغطية على خيبة الأمل الكبيرة التي سقطت فيها إثيوبيا بفعل الصراعات والحروب الداخلية وصلتت شبكة بلومبرغ الأمريكية الضوء على الأزمات التي تعانيها إثيوبيا بسبب التضارب في القرارات الاقتصادية والانخراط في حروب أهلية كبدت البلاد ديونا طائلة وقالت تقارير الوكالة إن إثيوبيا طلبت بإعادة هيكلة مليار دولار إضافي من الديون الخارجية حيث ذكرت وزارة المالية الإثيوبية في تقرير على موقعها الرسمية على الإنترنت إن إعادة هيكلة الدين ستوفر فترة سماح تصل إلى 6 سنوات وتمديد أجل الاستحقاق 10 سنوات ووفقا للتقرير تم تأجيل دفع 2.5 مليار دولار من أصل الدين والفوائد لمدة 5 سنوات من قبل الدائنين التجاريين بموجب أول خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية وذكر موقع الشرق الأفريقي الكيني إن أبي أحمد قال في أحاطة للمشرعين في برلمان بلاده إن إثيوبيا ستغلق العديد من الصفرات منها في كينيا من أجل إدارة التكاليف وسيعمل أغلب الدبلوماسيين كصفراء غير مقيمين وبحسب التقرير تواجه موارد الحكومة الإثيوبية ضغوطا بعد استمرار الهجوم على تجري وبدأت تكاليف الحرب تؤثر على اقتصاد البلاد وكانت أديس أبابا قد اعترفت بأن البلاد فقدت 2.9 مليار دولار منذ اندلاع الصراع في تجري في نوفمبر 2020 لكن هذه التكلفة لم تأخذ في الاعتبار لإنفاق العسكري أو فقدان سبل العيش والوفيات والإصابات بين المدنيين فضلا عن فقدان ساعات من الإنتاجية الاقتصادية بسبب فرار المدنيين من الخطر وطلبت الأمم المتحدة إثيوبيا بمحاصرة الديون الخارجية وقالت السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التباعة للأمم المتحدة فيرا سونجوي إن إثيوبيا بحاجة إلى 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في البلاد وشددت سونجوي على ضرورة معالجة الحكومة الإثيوبية لمسألة الكفاءة